بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين سلام عليكم للباطل جولة وأية جولة وللحق دولة ولدولة الحق صولات وصولات وصولات وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثلي بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجعي البتري إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية الحلقة الرابعة وثمانون بعد الثلاثمائة من برنامج الخاتمة الجزء الرابعي من ملف الكتاب والعترة إمام زماني كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إن مجان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا وما أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما وعلى الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين طيب الولادة وخبثها منظومتان منظومة طيب الولادة التي هي نتاج خطة محمد وآله صلوات الله عليهم أما منظومة خبث الولادة فهي نتاج خطة إبليس وآله لعنة الله عليهم هذا هو الجزء الثالث لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام ولو على سبيل الإيجاز لضيق الوقت وإنما سأبدأ حديثي من حيث توقفت في الحلقة الماضية في آخر الحلقة المتقدمة عرضت بين أيديكم نماذج من أحاديث العترة الطاهرة ترتبط بتشخيص حقيقة الوالدية من هو الوالد الحقيقي في منظومة طيب الولادة هناك حزمة من الكلمات المعصومية تصب في نفس هذا المجرى أريدها لأجل أن يشرق المعنى ويتجلى بشكل واضح إنني أتحدث عن منظومة طيب الولادة أما منظومة خبث الولادة فإن المعاني هي المعاني المتضادة مع طيب الولادة وإنما تستبين الأشياء من خلال استبانة أضادها أقرأ من مفاتيح الجنان إنها الزيارة المخصوصة الثانية من زيارات سيد الشهداء بحسب تبويب كتاب مفاتيح الجنان وهي الزيارة التي يزار بها سيد الشهداء في النصف من رجب الزيارة الحسينية الرجبية زيارة مخصوصة ماذا نقرأ في زيارة الشهداء؟ هكذا نخاطبهم السلام على الأرواح المنيخة بقبر أبي عبد الله الحسين السلام عليكم يا طاهرين من الدنس السلام عليكم يا مهديون السلام عليكم يا أبرار الله السلام عليكم يا طاهرين من الدنس هذا المعنى من أرقى معاني ما يتجلى في منظومة طيب الولادة وأصحاب الحسين أعمارهم مختلفة تواريخهم مختلفة شخصياتهم متباينة من حيث المقام الاجتماعي من حيث طبيعة الحياة والانتساب إلى قبائلهم من حيث عقيدتهم ودينهم فقبل عاشوراء كانوا شيئا آخر أتحدث عن بعضهم ولكن في عاشوراء صاروا شيئا آخر ولذا فإن الزيارة تخاطبهم السلام عليكم يا طاهرين من الدنس هذه هي الطهارة الحسينية هذه هي الكفالة التي مر ذكرها علينا وقرأت ما قرأت عليكم من الزيارة المطلقة الأولى المروية عن إمامنا الصادق والتي رواها المحدث القمي في المفاتيح عن الكاف الشريف هكذا نخاطب سيد الشهداء أنا عبد الله ومولاك وفي طاعتك والوافد إليك التمس كمال المنزلة عند الله وثبات القدم في الهجرة إليك والسبيل الذي لا يختلج دونك من الدخول في كفالتك التي أمرت بها هذا المعنى هو الذي يتجلى في الزيارة المخصوصة الأولى من زيارات سيد الشهداء أشهد أنك طهر طاهر مطهر يا حسين من طهر طاهر مطهر طهرت وطهرت بك البلاد إنما تطهر البلاد بطهارة أهلها طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت فيها وطهر حربك تلك الكلمات تتحدث عن منظومة طيب الولادة في الزمن الحسيني بيّنت لكم من أن منظومة طيب الولادة ترتبط بإمام كل زمان يدخل فيها من يريد إدخاله ويخرج منها من يريد إخراجه الأمر كله من أوله إلى آخره راجع إليه وحديثنا عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه فمنظومة طيب الولادة تتحرك وتشتغل في كل جهاتها في ظاهرها وباطنها من أولها إلى آخرها بأمره صلوات الله وسلامه عليه هنا نخاطب أنصار الحسين السلام عليكم يا طاهرين من الدنس هذه الطهارة ليست من قبلهم هذه الطهارة من قبل إمامهم من قبل حسينهم الطهارة من هناك من هناك ونحن أيضا إذا أردنا أن نبحث عن طهارة فهي ليست من قبلنا وإنما من قبل إمام زماننا هذا هو المراد من منظومة طيب الولادة في زيارة الحسين صلوات الله عليه في يوم عرفة لازلت أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان أيضا حينما نزور الشهداء أنصار الحسين ونبدأ بزيارتهم السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه إلى أن نقول لهم بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم والله فوزا عظيما يا ليتني كنت معكم فأفوز معكم إلى آخر الزيارة الشريفة بأبي أنتم وأمي يا أنصار الحسين طبتم طيب الولادة المنظومة الحسينية الحسينية في زمانهم في زماننا المنظومة المهدوية بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم في زيارتنا لأئمتنا في بقيع الغرقات في المدينة المنورة زيارة أئمة البقيع صلوات على أئمة البقيع على المجتبى والسجادي والباقر والصادق وعلى من جاورهم من الطيبين والطيبات من الطاهرين والطاهرات في بقيع الغرقات هكذا نخاطبهم نخاطب أئمتنا صلوات الله عليهم وجعل صلاتنا عليكم رحمة لنا وكفارة لذنوبنا إذ اختاركم الله لنا وطيب خلقنا بما من علينا من ولايتكم وطيب خلقنا طيب خلقنا في جانبه المادي وفي جانبه المعنوي فهناك في الخلق أبعاد أبعاد مادية حسية وهناك في الخلق أبعاد معنوية نورانية قطعا كل كائن بحسبه ولذا فإن الحساب في يوم القيامة سيكون وفقا لكينونة عقل كل كائن منا يحاسب بحسب مرتبة عقله وجعل صلاتنا عليكم رحمة لنا وكفارة لذنوبنا إذ اختاركم الله لنا وطيب خلقنا بما من علينا من ولايتكم إمامنا الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه يضع لنا قانونا واضحا وواضحا جدا إنه قانون منظومة طيب الولادة أقرأ عليكم من تحف العقول لابن شعبة وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة السادسة والستين بعد المئة في كلمات قصيرة لإمامنا الحسن المجتبى صلوات الله عليه الإمام يقول القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه مر علينا كيف أن أمير المؤمنين يحذرنا من دجالين من ولد فاطمة ومر علينا كيف أن الإمام الباقر صلوات الله عليه يقول لسعد الخير الذي هو من ذرار مروان بن الحكام يقول له أنت أموي منا أهل البيت يثبت له الأموية أنت أموي منا أهل البيت لست منهم يا سعد الإمام الباقر يقول لسعد الخير لست منهم لست من بني أمي أنت أموي بحسب الموازين الترابية في هذه الحياة الدنيوية ولكن بحسب الموازين النورية المحمدية العلوية فأنت منا هذا هو منطق منظومة طيب الولادة القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه والبعيد من بعدته المودة وإن قرب نسبه لا شيء أقرب من يد إلى جسد فإن اليد تتصل اتصالا مباشرا بالجسد وهي جزء منه لا شيء أقرب من يد إلى جسد وإن وإن اليد تفل تفل يصيبها العطب يصيب ولذا لابد لابد أن تقطع وإن اليد تفل فتقطع وتحسن هذا هو الذي قلته لكم مرارا وكرارا من من منظومة طيب الولادة تتحرك بأمر مباشر من إمام زماننا يدخل فيها من يريد إدخاله ويخرج منها من يريد إخراجه هذا هو الذي يقوله لنا إمامنا الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه والبعيد من بعدته المودة وإن قرب نسبه لا شيء أقرب من يد إلى جساد وإن اليد تفل فتقطع وتحسن يحدثنا الشيخ الصدوق في كتابه الاعتقادات وهذه طبعة مؤسسة الإمام الهادي صلوات الله عليه صفحة 113 عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن الله تعالى آخى بين الأرواح في الأظلة في عالم الأظلة إن الله تعالى آخى بين الأرواح في الأظلة ماذا نقرأ في زيارات الحسين صلوات الله وسلامه عليه في زيارة المطلقة الأولى من زيارات سيد الشهداء والتي أشرت إليها قبل قليل أشهد أن دمك سكن في الخلد واقشعرت له أظلة العرش هذا هو عالم الأظلة نخاطب الحسين بهذا الخطاب أشهد أن دمك سكن في الخلد واقشعرت له أظلة العرش هذا في الزيارة المطلقة الأولى في الزيارة المخصوصة الأولى بحسب مفاتيح الجنان بأبي بأبي أنت وأمي ونفسي يا أبا عبد الله أشهد لقد اقشعرت لدمائكم أظلة العرش مع أظلة الخلائق منطق منطق واحد ثقافة واحدة لا لعنة على المذهب الطوسي الذي مزق ثقافة العترة الطاهرة الصادق يقول إن الله تعالى آخ بين الأرواح في الأضلة قبل أن يخلق الأجساد بألف عام الأعوام هذه ما هي من أعوام هذه الدنيا هذه كنايات عن المراتب عن مراتب الموجودات لا أريد أن أخوض في التفاصيل إن الله تعالى آخ بين الأرواح في الأضلة قبل أن يخلق الأجساد بألف عام فالأخوة الحقيقية هناك الأخوة التي حدثت في عالم الأجساد هذه أخوة عارضة إن الله تعالى آخ بين الأرواح في الأضلة قبل أن يخلق الأجساد بألف عام فلو قد قام قائمنا أهل البيت ورث الأخ الذي آخ بينهما في الأضلة تلك الأخوة الحقيقية هذا هو الارتباط بمنظومة طيب الولادة ولم يورث الأخ من الولادة من الولادة الجسدية هذا عند ظهور إمام زماننا فماذا ستقولون عن الرجعة العظيمة وماذا ستقولون عن جنان الخلد وعن قوانين ذلك العالم أعيد قراءة الرواية عليكم إن الله تعالى آخ بين الأرواح في الأضلة قبل أن يخلق الأجساد بألف عام فلو قد قام قائمنا أهل البيت ورث الأخ الذي آخ بينهما في الأضلة تلك هي العلاقة الأصل وهذا هو الذي أشارت إليه أحاديثهم الشريفة التي قرأت بعضها عليكم في الحلقة الماضية حيث تحدثت عن الوالدين الحقيقيين ولم يورث الأخ من الولادة هذا هو الذي سيحدث عند ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يا معينة يا معينة من استعانا يا معينة من استغرثا سبحانك يا الله الغاف ترجمة نانسي قنقر فضائل الشيعة كتاب معروف للصدوق المتوفى سنت 381 للهجرة جمع جمع فيه الشيخ الصدوق طائفة مهمة من أحاديث العترة الطاهرة صلوات الله عليها وهذا الكتاب له طبعات كثيرة أقرأ عليكم الحديث الحادي والعشرين بسنده بسند الصدوق عن معاوية الدهن قال قلت لأبي عبد الله للصادق صلوات الله علي جعلت فداك هذا الحديث الذي سمعته منك ما تفسيره الإمام كان يتحدث في مجلسه حديثا وقال ما قال فمعاوية الدهن يسأل الإمام الصادق عن عن مضمون ما قاله الإمام صلوات الله علي جعلت فداك هذا الحديث الذي سمعته منك ما تفسيره الإمام قال وما هو أي حديث تقصد قلت معاوية الدهن إن المؤمن ينظر بنور الله هذا هو الذي قاله الإمام الصادق ومعاوية الدهن يسأل عن مضمون هذه الكلمة فقال إمامنا الصادق صلوات الله عليه يا معاوية يخاطب معاوية الدهن يا معاوية إن الله خلق المؤمنين من نوره ونوره تجلى في محمد وآل محمد الذين خلقوا من نور الله من دون حجاب محمد وآل محمد أما نحن فقد خلقنا من نور الله ولكن مع الحجاب والحجاب الأعظم محمد وآل محمد الحقيقة المحمدية العظمى يا معاوية إن الله خلق المؤمنين من نوره وصبغهم في رحمته صبغهم جعل خصائصهم وصبغهم في رحمته واتخذ ميثاقهم لنا في الولاية على معرفته يوم عرفهم نفسه فالمؤمن أخ المؤمن لأبيه وأمه أبوه النور وأمه الرحمة إنما ينظر بذلك النور الذي خلق منه حديث من أوله إلى آخره لن يفهم حرف واحد منه إلا في إطار منظومة طيب الولادة وما مر الكلام عن التفاصيل التي ذكرت في الحلقات المتقدمة هذا الحديث لن يفهم حرف واحد منه فهما صحيحا إلا في إطار فهمنا الصحيح والدقيق لمنظومة طيب الولادة يا معاوية إن الله خلق المؤمنين من نوره وصبغهم في رحمته واتخذ ميثاقهم لنا في الولاية على معرفته يوم عرفهم نفسه فهذا هو القانون فالمؤمن أخ المؤمن لأبيه وأمه وهذا هو الذي سيطبقه إمام زماننا فيكون التوارث وفقا لهذه المنظومة ووفقا لهذه العلائق فالمؤمن أخ المؤمن لأبيه وأمه أبوه النور وأمه الرحمة إنما ينظر بذلك النور الذي خلق من هذا هو معناء الحديث إن المؤمن ينظر بنور الله ومن الحديث الحادي والعشرين إلى الحديث الأربعين بسنده بسنده بسند الصدوق عن منصور الصيقل قال كنت عند أبي عبد الله عند الصادق صلوات الله عليه في فصطاته بمنا أيام الحج والفصطات الخيمة الكبيرة والتي تكون مغلقة من جميع اتجاهاتها كنت عند أبي عبد الله في فصطاته بمنا فنظر إلى الناس فنظر إلى الناس من خلال باب الفصطات فللفصط باب مفتوح فنظر إلى الناس فقال يأكلون الحرام ويلبسون الحرام وينكحون الحرام ولكن أنتم تأكلون الحلال وتلبسون الحلال وتنكحون الحلال منظومتان منظومة طيب الولادة والتي حدثتنا عنها آيات الكتاب الكريم في الحلقة الماضية وقد عرضت بين أيديكم ما عرضت من آيات القرآن التي تناولت مختلف جوانب حياتنا في بعدها الفردي في بعدها الاجتماعي في بعدها المادي في بعدها المعنوي في بعدها الدنيوي وفي بعدها الأخروي عودوا إلى الحلقة الماضية ستجدون أن كلمات إمامنا الصادق هذه تجمل كل مضامين تلك الآيات منصور السيقل يقول كنت عند الصادق صلوات الله عليه في فستاته بمنا فنظر إلى الناس فقال إنهم أبناء منظومة خبث الولادة فنظر إلى الناس فقال يأكلون الحرام لأنه لم يدخلهم في منظومة طيب الولادة يأكلون الحرام ويلبسون الحرام وينكحون الحرام حتى لو كان بحسب الظاهر ما هو بحرام لأن الموازين هي موازين الحقيقة وموازين الحقيقة عندهم صلوات الله عليهم وأسرار ذلك تتجلى في هذه المنظومة المتقنة والتي هي في غاية الإحكام والإتقان إنها منظومة طيب الولادة يأكلون الحرام ويلبسون الحرام وينكحون الحرام ولكن ولكن أنتم أنتم يا أبناء منظومة طيب الولادة ولكن أنتم تأكلون الحلال وتلبسون الحلال وتنكحون الحلال لا والله لا والله ما يحج غيركم ولا يتقبل إلا منكم إلا من الذين هم ضمن منظومة طيب الولادة ومن الحديث الأربعين أذهب بكم إلى الحديث الخامس عشر من كتاب فضائل الشيعة أبو حمزة الثمالي رضوان الله تعالى عليه يحدثنا عن إمامنا الصادقي صلوات الله عليه هكذا يقول الإمام إني لأعلم قوما قد غفر الله لهم ورضي عنهم وعصمهم ورحمهم وحفظهم من كل سوء وأيدهم وهداهم إلى كل رشد هداهم إلى كل رشد رشد وبلغ وبلغ بهم غاية الإمكان إلى أعلى المراتب إلى أعلى ما يمكن أن يصل إليه إنسان إنسان لأعلم قوما قد غفر الله لهم ورضي عنهم وعصمهم ورحمهم وحفظهم من كل سوء وأيدهم وهداهم إلى كل رشد وبلغ بهم غاية الإمكان قيل منهم يا أبا عبد الله قال أولئك شيعتنا الأبرار شيعة علي هذا كلام صادق ما هو كلامي أولئك شيعتنا الأبرار شيعة علي هؤلاء هم إنهم أبناء الوالدين الحقيقيين إنهم الذين أبوهم النور وأمهم الرحمة إنهم الذين ينظرون بنور الله هؤلاء هم أبناء منظومة طيب الولادة نذهب إلى فاصل يا عزيزا لا يضام يا لطيفا لا يرام يا قيوما لا ينام يا دائما لا يفوت يا حيا لا يموت يا ملكا لا يزول يا باقيا لا يفنى يا عالم لا يجهل يا سمد لا يطعام يا قبيا لا يضعف سبحانك يا لام اللهم اللهم اني يسألك باسمك يا أحد يا واحد يا شاهد يا ماجد يا حامد يا راشد يا باعث يا بارث يا ضر يا ناف سبحانك يا لام الغاب الحديث الثالث والثلاثون من فضائل الشيعة عن أبي حمزة الثمالي يقول من أنه سمع إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه هكذا يقول يخاطب الشيعة المخلصين والمخلصين أنتم للجنة والجنة لكم أسماؤكم عندنا الصالحون والمصلحون على اختلاف مراتبكم وأنتم أهل الرضا عن الله برضاه عنكم والملائكة أخوانكم في الخير إذا اجتهدوا بهذا الشرط إذا اجتهدوا لأنكم أعلى شأنا من الملائكة الإمام لا يخاطب شيعة الدنيا حين أقول هناك شيعة الدنيا الذين يعرفون في الدنيا بأنهم شيعة الإمام يخاطب شيعة الحقيقة شيعة الحقيقة هم قطان منظومة طيب الولادة ولذا فإن الجنة لا يطأها إلا طيب المولد إلا من كان من ضمن تلك المنظومة أنتم للجنة والجنة لكم أسماؤكم عندنا الصالحون والمصلحون وحق الزهراء نفس محمد وآل محمد واضح في هذه الكلمات أنتم للجنة والجنة لكم أسماؤكم عندنا الصالحون والمصلحون وأنتم وأنتم أهل الرضا عن الله برضاه عنكم والملائكة أخوانكم في الخير إذا اجتهدوا الحديث الرابع والثلاثون عن أبي حمزة الثمالي عن الصادق صلوات الله عليه دياركم لكم جنة وإن كنتم في الدنيا إذا كنتم جزءا من منظومة طيب الولادة دياركم لكم جنة بحسب الدنيا وبحسب ديننا في الدنيا دياركم لكم جنة حين تكون ديارنا موطنا لخدمة إمام زماننا وحين وحين نأوي إليها كي نستعين بها على خدمة إمام زماننا هنا تكون ديارنا جنة وإلا فلا دياركم لكم جنة وقبوركم لكم جنة للجنة خلقتم وإلى الجنة تصيرون أقرأ عليكم من محاسن البرقي وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة السادسة بعد المئة إنه الباب التاسع والعشرون الحديث الأول بسنده بسند البرقي عن موسى بن بكر قال كنا عند أبي عبد الله عند الصادق صلوات الله عليه فقال رجل في المجلس في مجلس الإمام أسأل الله الجنة فقال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه أنتم في الجنة فاسألوا الله أن لا يخرجكم منها فقلنا جعلنا في داك نحن في الدنيا فقال ألستم تقرون بإمامتنا قالوا نعم فقال هذا معنى الجنة الذي من أقر به كان في الجنة فاسألوا الله ألا يسلبكم الجنة الحديث الثاني عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في جملة واحدة هذه الجملة تلخص كل ما تقدم من كلام الإمام الباقر هكذا يقول لان لان ولان للنفي التأبيد لان لن تطعم النار لن تطعم النار فالنار لن تذوق طعم من لن تطعم النار من وصف هذا الأمر ولا يتعلي ولا يتعلي ولا يتصاحب الأمر لن تطعم النار من وصف هذا الأمر نذهب إلى فاصل يا أعظم من كل عظيم يا أكرم من كل كريم يا أرحم من كل رحيم يا أعلم من كل عليم يا أحكم من كل حكيم يا أقدم من كل قديم يا أكبر من كل كبير يا ألطف من كل لطف يا أجل من كل جليل يا أعظم من كل عزيز يا أعظم من كل حكيم 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 ترجمة نانسي قنقر مما عرضه القرآن أو مما عرضته أحاديث العترة الطاهرة لابد أن أقف وقفة هنا كي أميز لكم بشكل واضح فيما بين هاتين المنظومتين ما بين منظومة طيب الولادة ومنظومة خبث الولادة فمنظومة طيب الولادة مردها إلى خطة محمد وآله وأساسها الحكمة أساس هذه المنظومة الحكمة أما منظومة خبث الولادة فمردها إلى خطة إبليس وآله وأساسها السفاهة فهناك حكمة في منظومة طيب الولادة وهناك سفاهة في منظومة خبث الولادة وستأتينا التفاصيل اهتباعا في هذه الحلقة أو في قادم الحلقات منظومة طيب الولادة أساسها الحكمة أتصفح آيات الكتاب الكريم متدبرا فيما جاء بهذا الخصوص في الآية الحادية والثمانين بعد البسملة من سورة آل عمران وإذ أخذ الله ميثاق النبيين والنبيون أشياع محمد وآل محمد خلقوا من فاضل طينتهم النبيون والمرسلون قطرات قطرات من نور محمد وآل محمد صلوات الله عليهم جميعا وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ما هو هذا الميثاق لما آتيتكم من كتاب وحكمة فالنبيون هم سادة في منظومة طيب الولادة بين أشياع محمد وآل محمد والميثاق مأخوذ على الحكمة وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فالميثاق أخذ على الحكمة ومن هنا قلت لكم من أن أساس منظومة طيب الولادة هو الحكمة بينما في منظومة خبث الولادة الأساس هو السفاعة وهل هناك من سفاعة أقبح وأقدر أن نترك دين العترة الطاهرة بكل جماله وبكل آلقه وبكل عمقه الفكري النقي ونركض وراء الطوسي في مذهبه النجس القذر في هذا المذهب العباسي السفي وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة من سورة آل عمران إلى سورة النساء وإلى الآية الرابعة والخمسين بعد البسملة أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما في تفسيرهم لقرآنهم الملك العظيم الولاية والإمامة ملكا فكان الحديث عن الحكمة حينما كان عن الأنبياء مثل ما مر علينا في الآية الحادية والثمانين بعد البسملة من سورة آل عمران وجاء الحديث هنا عن الحكمة أيضا حينما تحدثت الآية عن آل إبراهيم وهذا عنوان يشير إلى آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإذا ما ذهبت بكم إلى الآية التاسعة والعشرين بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة من دعاء إبراهيم في سياق الآيات وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إلى أن تقول الآية التاسعة والعشرون بعد المئة بعد البسملة عن لسان إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا ربنا وابعث فيهم رسولا في هذه الأمة التي التي ستكون في هذه البلاد التي بنى فيها إبراهيم البيت ربنا وابعث فيهم رسولا منهم وابعث فيهم يتلو عليهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت إنك أنت إنك أنت العزيز الحكيم وإلى الآية الحادية والخمسين بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة كما أرسلنا فيكم رسولا منكم هذا الخطاب لنا لهذه الأمة كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون المضامين هي هي وإذا ما ذهبنا إلى سورة آل عمران وإلى الآية الرابعة والستين بعد المئة بعد البسملة لقد منى الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم لقد منى الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وفي سورة الجمعة في الآية الثانية بعد البسملة هو هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين تلاحظون أن الحكمة تظهر متجلية في كل هذه الآيات ومن سورة الجمعة إلى سورة الإسراء وإلى الآية التاسعة والثلاثين بعد البسملة ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة وإلى سورة الأحزاب وإلى الآية الرابعة والثلاثين بعد البسملة في سياق الآيات التي تخاطب نساء النبي صلى الله عليه وسلم وآله واذكرنا ما يتلى في بيوتكن في بيوتكن فما أنتن من أهل البيت البيت كلمة مفردة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا هذا مصطلح خاص كلمة مفردة لكن حينما يتوجه الكلام إلى نساء النبي هناك بيوت واذكرنا واذكرنا ما يتلى في بيوتكن إن كن لستن من أهل ذلك البيت المفرد واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا هذا هذا يعني أن نساء النبي يمكن أن يدخن في هذه المنظومة ويمكن أن يخرجن منها كسائر الشيعة كسائر الناس البيت الخاص هو البيت المفرد الذي تحدثت عنه آية التطهير أما نساء النبي فما هن من أهل البيت لهن بيوتهن واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ومن سورة الأحزاب إلى سورة النحل وإلى الآية الخامسة والعشرين بعد المائة بعد البسملة أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وهذا الخطاب لي ولكم أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين الآية لها تفصيلها في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم وحدثتكم عنها في برامج سابقة لا أجد مجالا كي أفصل مضامينها لكن الخلاصة أن هذا العنوان الحكم يلاحقنا في كل تفاصيل وجودنا يلاحقنا في كل تفاصيل حياتنا يلاحقنا في حياتنا المادية والمعنوية في حياتنا الدنيوية والدينية ومن سورة النحل إلى سورة القمر وإلى الآية الخامسة بعد البسملة حكمة بالغة حكمة بالغة فما تغني النذور الآية التي قبلها ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر مزدجر يزجرهم إذا كانوا على حكمة يزجرهم إذا كانوا على هداية أما إذا كانوا على سفاهة فلن ينفع هذا المزدجر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذور في التوقيع الذي وصل إلينا من الناحية المقدسة الذي كان يشتمل على زيارة آل ياسين أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان جاء في مقدمة هذا التوقيع بسم الله الرحمن الرحيم لا لأمره تعقلون ولا من أوليائه تقبلون أنتم الذين تقولون نحن شيعة لمحمد وآل محمد ما الذي دهاكم تتركون دين العترة الطاهرة وتقدسون مذهبا عباسيا سفيها أتحدث عن المذهب الطوسي النجس لا لأمره تعقلون ولا من أوليائه تقبلون حكمة بالغة فما تغني النذر عن قوم لا يؤمنون فما تغني النذر عن قوم لا يؤمنون الحكمة ما هي بنافعة للسفهاء الحكمة نافعة للذين هم في منظومة طيب الولادة من هنا قلت لكم من أن أساس هذه المنظومة الحكمة أما أساس منظومة خبث الولادة فهو السفاهة من سورة القمر أعود بكم إلى سورة البقرة وإلى الآية الحادية والثلاثين بعد المئتين بعد البسملة الآية تحدثت في أولها عن الطلاق وأحكامه إلى أن تقول الآية الكريمة ولا تتخذوا آيات الله هزوة واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم هذا الكلام جاء في سياق أحكام الطلاق فإن الحكمة تحيط بنا في منظومة طيب الولادة في جميع الاتجاهات في الاتجاهات الدنيوية وفي الاتجاهات الدينية فلابد أن يكون أساس هذه المنظوم الحكمة ولابد للذين يكونون من أبناء هذه المنظوم أن يتحلوا على الأقل بشيء منها وأن يتجنبوا السفاها ولا تتخذوا آيات الله هزوة واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به وفي سورة نفسها في الآية التاسعة والستين بعد المئتين بعد البسملة في الآية التي قبلها في آخر الآية والله واسع عليم فتأتينا الآية التاسعة والستون بعد المئتين بعد البسملة من سورة البقرة وهي تقول يؤت الحكمة من يشع سبحانه وتعالى يؤت الحكمة من يشع ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب لن أعلق لا قليلا ولا كثيرا وإنما أذهب بكم إلى الجزء الأول من الكاف الشريف للكليني رضوان الله تعالى عليه المتوفى سنة 328 وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة للطباعة والنشر طهران إيران في الصفحة السابعة بعد المئتين إنه الحديث الحادي عشر بسنده بسند الكليني عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا إنها الآية التي تلوتها عليكم قبل قليل ماذا قال إمامنا الصادق في تفسير هذه الآية وتأويلها في معنى الحكمة فقال طاعة الله ومعرفة الإمام ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا فقال طاعة الله ومعرفة الإمام هم الأول والآخر وهم الظاهر والباطن في حقيقة دنيانا وفي حقيقة أخرانا في حقيقة قرآننا وفي حقيقة عقائدنا في حقيقة شريعتنا وفي أسرار وفي أسرار أحكامنا وفي حقيقة قبير يا من هو في قوته علي يا من هو في علوه قريب يا من هو في قربه لطيف يا من هو في لطفه شريف يا من هو في شرفه عزيز يا من هو في قزه عظيم يا من هو في عظمته مجيد يا من هو في مجده حميد سبحانه يا من هو اللهم إني أسألك بسمك يا كافي يا شافي يا وافي يا معافي يا هادي يا داعي يا قاضي يا راضي يا عالي يا باقي سبحانك يا الغامس النتيجة النتيجة التي نصل إليها بعد كل هذا الحديث النتيجة التي نصل إليها بعد كل هذا الحديث عن عن منظومة طيب الولادة النتيجة هي ما بيّنه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فيما 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 جاء مروياً عنه في نهج البلاغة الشريف إنني أقرأ عليكم من الخطبة الخمسين بعد المئة وهذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة الثامنة والأربعين بعد المئة أمير المؤمنين يحدثنا عن إمام زماننا سأذهب إلى قراءة موطن الحاجة فإن الإمام يتحدث هنا عن زمن الفتنة واشتدادها وأشد الفتن في زمان الغيبة الطويلة في الغيبة التي نحن فيها إلى أن يقول أمير المؤمنين متحدثاً عن صاحب الأمر وواصفاً له من أنه في سترة عن الناس في غيبة في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثر القائف الذي له علم بقيافة الآثار وتتبعها في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثره ولو تابع نظره حتى لو استمر في التحقيق بحسب معرفته بالقيافة والآثار في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثره ولو تابع نظره ثم ليشحذن لا متوكيد معنون التوكيد المثقلة هذا الأمر لا بد أن يقع لا بد أن يكون ثم لا يشحذن لا متوكيد في بداية الفعل ونون التوكيد المثقلة في نهاية الفعل ثم لا يشحذن فيها في تلك السترة في تلك الغيبة ثم لا يشحذن فيها قوم شحذ القين النصل أما القين فهو الحداد وأما النصل فهو إشارة إلى السيوف والرماح ثم لا يشحذن فيها قوم شحذ القين النصل تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم هؤلاء مجموعة مناقضة للذين ذكروا في سورة الأعراف في الآية التاسعة والسبعين بعد المئة بعد البسملة لهم قلوب لا يفقهون بها هؤلاء مراجع المذهب الطوسي لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها هؤلاء سفهاء وما هم بفقهاء وسأثبت ذلك لكم إن لم أثبت ذلك لكم بالوثائق القطعية وبالأدلة القطعية فابصقوا في وجهي والعنوني والعنوا أبي وأمي ولا تتابع برامجي أخاطب الذين يبحثون عن الحقيقة لا أبالي بالآخرين أخاطب الذين يريدون الوصول إلى الحقيقة تابعوا البرنامج بكل بكل تفاصيله تابعوه حرفا حرفا في البث المباشر وفي الإعادات من أوله إلى آخره إلى آخر كلمة سأقولها في آخر حلقة من حلقات هذا البرنامج سأثبت لكم بالوثائق القطعية وبالأدلة اليقينية من أن القوم سفهاء ما هم على حكمة أبدا وهؤلاء همو همو يتحدث القرآن عنهم لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أهذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون هذه المجموعة تتناقض بالكامل مع هذه المجموعة تجلى بالتنزيل أبصارهم أما هنا ولهم أعين لا يبصرون بها يبصرون قذارات النواصب فقط تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم أما هؤلاء ولهم آذان لا يسمعون بها لن يسمعوا ألطاف إمامه وأنا لهم ذلك لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون أين هؤلاء عن هؤلاء هل تعرفون أحدا يتصف بهذه الأوصاف تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم لماذا تفاسير مراجع المذهب الطوسي تخالف أحاديث العترة لماذا تفاسيرهم تتفق مع تفاسير نواصب سقيفة بني ساعد لماذا لأنهم مثل ما تصف الآية لهم قلوب لا يفقهون بها لا يفقهون تفسير العترة ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أهذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل هذه السفاهة في أعلى درجاتها أما هذه المجموعة التي يتحدث عنها أمير المؤمنين والتي هي على رباط وثيق مع الإمام الحجة صلوات الله عليه تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح يغبقون يسقون الحكمة عند المساء بعد الصبوح وعند الصباح فكؤوس الحكمة المهدوية واصلة إليهم صباحا ومساء فأين هؤلاء من هؤلاء هذا هو الفارق الواضح والشاخص فيما بين منظومة طيب الولادة ومنظومة خبث الولادة لقد بينتها لكم من أن منظومة طيب الولادة نتاج من خطة محمد وآله صلوات الله عليه وأساسها الحكمة وأعتقد أن الآيات كانت واضحة جدا فإن القرآن يأخذ مواثيقنا على الحكمة وإن القرآن يجعل الحكمة أساسا في معرفتنا ويجعل الحكمة أساسا في تشريعاتنا ويجعل الحكمة مادة أولية في صناعة حقائقنا وفي بناء منظومة طيب الولادة الحكمة هذه هي التي تأخذنا إلى الاستقامة وما الاستقامة إلا الكون مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وهذا هو دين الفطرة منظومة طيب الولادة في أرقى ما نصل إليه فيها إننا سنصل إلى مستوى انبلاج الفطرة ستنبلج الفطرة مشرقة والفطرة بحسب أحاديث العترة الطاهرة لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله هذا في أحاديثهم في رواياتهم فطرة الله التي فطر العباد عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله هذا يعني أن صلاتكم من دون ذكر علي تخالف تخالف فطرة الله هذا يعني أن أذانكم وأنتم تذكرون علي بعنوان عدم الجزئية تخالفون فطرة الله لأن فطرة الله لم لم تقل عن ذكر علي من أنه ما هو بجزء منها هذه فطرة الله في رواياتي وأحاديث العترة لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله بنفس المستوى بنفس العمق بنفس الدرجة منظومة طيب الولادة عنوانها الأول علي علي هذا يعني أن الشهادة الثالثة مقدمة على الشهادة الأولى والثانية تقولون كيف ذلك الله هو الذي يقول ما أنا الذي أقول هذا قرآن هذا القرآن قرآن خالتي أم هو قرآن الله هذا قرآن الله وهذه الآية السابعة والستون بعد البسملة من سورة المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة الشهادة الثالثة في كفة والشهادة الأولى والثانية وكل شيء معهما لا قيمة له في الكفة الثانية من دون كفة الشهادة الثالثة كفتان كفة فيها الشهادة الأولى والشهادة الثانية وكل التفاصيل وكفة فيها ولاية علي الكفة التي فيها الشهادة الأولى والشهادة الثانية وفيها القرآن وكل التفاصيل تساوي صفرا من دون كفة علي القرآن هو الذي يقول وإن لم تفعل فما بلغت رسالة وما هي الرسالة عنوينها الشهادة الأولى الشهادة الثانية القرآن وما يتفرع عن ذلك كل هذا في كفة وولاية علي في كفة هذا القرآن قرآن الله أم قرآن خالتي ما تقولون أنتم أنتم الذين تقولون نحن شيعة هذه الآية في بيعة الغدير أم في شيء آقى إنها واضحة الذين يخالفون هذه الحقائق الواضحة هؤلاء سفهاء وتفهاء وحقراء ولا أجد عبائر أخرى كي أصفهم بها منطق القرآن هذا هذا هو منطق منظومة طيب الولادة إنه منطق الحكمة يا زرارة الباقر يقول يا زرارة الرواية هنا في الجزء الأول من الكاف الشريف ومروية أيضا في الجزء الثاني يا زرارة يا زرارة ذروة الأمر ذروة الأمر وسنامه وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضى الرحمن تبارك وتعالى تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته هذه منظومة طيب الولادة ذروة الأمر ذروة الأمر ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضى الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته نذهب إلى فاصل تبارك وتعالى 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 وقت الحلقة قارب على الانتهاء وللحديث صلة وصلة وصلة سأكمل الكلام في حلقة يوم غد وما بعدها إن شاء الله تعالى في الدقائق الأخيرة أوجه رسالة إلى أخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من الزهرائيين الحسينيين المهدويين بينت لكم أهمية هذا البرنامج وهذه الحلقات وستشهدون هذه الحقيقة بأنفسكم حينما نستمر في حلقات هذا البرنامج لكن على الشبكة العنكبوتية يبدو أن مرجعية الضلال قد أطلقت بعض جرائها جراء جمع لجر والجر هو الكلب الصغير فمرجعية الضلال أطلقت بعض جرائها وعندهم برنامج مرتب سيبدأونه بشكل تدريجي لإثارة الغبار حول هذا البرنامج يشككون فيما ذكرته من فضائحي وعوراتي وقبائح السيستاني في برامجي كل الذي ذكرته حقيقة حقيقة والوثائق حقيقية لو كان فيها شيء ليس حقيقيا فالسيستانيون موجودون هنا في لندن لرفعوا المرافعات في المحاكم ضدي ولا استطاعوا أن يفعلوا شيئا كثيرا ولقد حاولوا ذلك لكن المحامين نصحوهم بعد أن سألوهم هل الوثائق صحيحة فأجابوا نعم إن الوثائق صحيحة هل المعلومات صادقة فأجابوا نعم إن المعلومات صادقة فقالوا لهم فماذا تفعلون بأنفسكم ماذا تريدون أن تفعلوا بأنفسكم عودوا أدراجكم لا شأن لي بهم يثيرون هنا وهناك تكذيب الحقائق التي ذكرتها عن قباحاتي وضلالاتي السستاني الذي أطلبه منكم أن ننشر هذه القبائح عبر الوثائق نحن مقيدون في إعلامنا ما بين ثقافة قرآن العترة المفسر بتفسيرهم وأحاديثهم المفهمة بقواعد تفهيمهم وبالصدق ما ننقله عن الواقع ما أعرفه من المعلومات أكثر من الذي أتحدث عنه لكنني ألتزم بحدود الوثائق وأنتم كذلك أفعلوا عودوا إلى البرامج واستخرجوا كل قباحات مرجعية السستاني استخرجوا قباحات السستاني وقباحات أولاده وأصهاره ووكلائه ومرجعيته وحوزته وحكومته استخرجوا الوثائق وانشروها بقدر ما تستطيعون ليس دفاعا عني أنا لا أحتاج إلى دفاع وأنا لا أبالي بما يقولون إنه دفاع عن دينكم دفاع عنكم وهم الذين بدأوا والبادي أظلم هؤلاء حمير مع أنهم يعرفون أن الذي أتحدث عن حقائق وحقائق لكنهم حمير يطمعون في تصديق الديخيين من أتباعه وهؤلاء لا قيمة لهم عندنا هؤلاء بصورة بشر لكنهم حمير مثل ما يقول أمير المؤمنين الصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان هؤلاء هم بهذه الحقيقة إنهم أغبياء كالباحث عن حتفه بظلفه هم الذين بدأوا فابدعوا النشر على أوسع ما يمكن أن يكون انشروا الوثائق ولا تتجاوز على أحد بأي لفظة نابية بيّنت لكم في الحلقات السابقة من أنني أستعمل الألفاظ النابية والألفاظ السوقية لغارض أريد أن أضع النقاط على الحروف ومتى استوفيت غرضي فإنني سأتركها وأعود إلى سابقي السليقة في الكلام التي تعرفونها عني أنا مضطر لاستعمال الألفاظ النابية أريد أن أمزق هذا التقديس المزيف لهؤلاء الحثالات الذين يقال لهم مراجع هم نواب إبليس هم حمير الشيطان ولا علاقة لهم بصاحب الأمر هؤلاء أتباع منظومة خبث الولادة وسأثبت ذلك لكم أخاطب أخواتي وأخوتي وبناتي وأبنائي من الزهرائيين الحسينيين المهدويين إن لم أثبت ذلك بالأدلة القطعية فابصقوا في وجهي والعنوني والعن أبي والعن أمي وقولوا ما تقولون عني وأنا أبرئكم الذنب إلى يوم القيامة ولا تتابعوا برامجي لكنني سأكشف لكم الحقيقة كاملة والله لا ينتهي هذا البرنامج إلا بفضيحة مجلجلة للمذهب الطوسي النجس وفي جميع الاتجاهات أتحدث عن فضيحة مجلجلة في واقعنا الشيعي عند الذين يعبؤون بدينهم وعند الذين يعبؤون بعقيدتهم فقولوا يا زهراء وابدأوا العمل من هذه اللحظة نلتقي غدا إن شاء الله تعالى وأقولها لكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الثولان الأغبياء أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر